بسم الله الرحمن الرحيم لدينا النص في اللغة الإنجليزية والترجمات التي قدمتموها لنا بالعربية في هذه الدورة الخاصة في الترجمة من الإنجليزية العربية ننشرها على صفحتنا دورات الترجمات Translation Courses وهي كلها مجانا دون أي مقابل البداية نقول يعني هناك خطأ متكردة دائما في الترجمات التي تفصلنا ونود أن نعرف منكم عن حل لهذه الأخطاء الخطأ الذي نتحدث عنه هو الأخطاء المطبعية لا يجوز لأحد أن يتقدم بعمل لأي شخص كان إذا كان فيه خطأ مطبعي فنريد منكم أن تقترحوا حلا لذلك لأن الخطأ المطبعي يدل على أن الشخص لا يعير الاهتمام الكبير لما يترجمه فننتظر منكم إذا حلا في صفحة النقاش المفتوحة في صفحة دورات الترجمة نريد حلا نهائيا لهذا الموضوع ننتقل الآن إلى الترجمات التي وصلتنا في الواقع ترجمة واحدة خالية من الأخطاء المطبعية والباقي كلهم لأخطاء المطبعية التي لا يمكن قبولها ولا بأي شكل من الأشكال فنوضع حد نهائي لهذا الموضوع نهائي على كل حال نصلح الأخطاء إذا كانت موجودة رغم عدم وجود أرقام دقيقة لاحظوا هنا الهمزة تحدثنا في السابق عن الهمزة ومشكلات الهمزة وما زلنا نكرر نفس الأخطاء وما زال السؤال لكم الآن في المشاركين في هذه الصفحة أن تخبرون لماذا وما هو الحل هنا أيضا أين الهمزة أين الهمزة هنا الهمزة هي القاعدة الأساسية التي ينظر إليها المترجمون في منظمات مثل الأمم المتحدة مجلس الأمن والجمعية العمومية أهم شيء عندهم الهمزة في التحرير اللغوي والهمزة هي القاعدة الأساسية في اللغة العربية على كل حال أنا ما زلت أنتظر في النقاشات لحل هذه المشكلة الأخطاء المطبعية الهمزات وغيرها على كل حال نحن الآن نصلح هذه الترجمة بما يتناسب مع النص الأصلي هل هل ترجمة دقيقة؟ هل هناك معلومات صحيحة؟ هل هناك أخطاء في نقل الترجمة؟ إن لم يكن هناك أخطاء لا يجد أي مشكلة لن نناقش كثيرا Although there are no exact figures نعم لا يجد أرقام دقيقة لا دعي لي فإن هذه حتى الآن هي ليست فإنما هي فان فان يعني الإنسان الذي لي يموت نعم نحن لا نحب أبدا وهذا شيء أني ذكرناه عدة مرات ونريد أيضا حل بالنسبة لموضوع الأخطاء المتكررة نحن نصحح فقرات في السابق صححنا لكم فقرات كثيرة ذكرنا هذه الأخطاء وذكرنا أنها لا تجوز في الترجمة أنتم ما زلتم تكررون هذه الأخطاء نريد منكم حلا لهذه المشكلة لا يجوز الجملة أن تكون فإن إذا كان هناك فعل وإن كلمة إن أصلا هي للتأكيد فهي حرف نصب وتوكيد وإن لم يكن هناك التوكيد لا داعي لاستخدامه أبدا فبكل بساطة نضع الفعل إذن أين الفعل هو الفعل هو هنا في مكان ما هذا هو الفعل سير يعني يخدم يخدم سير طيب ركزوا معي يا إخوان الكرام يعني على بعض الملاحظات التي سوف أعطيكم إيها إذن يجب أن نقول رغم عدم وجود أرقام دقيقة هنا يخدم مئات الألوف من الأطفال هنا أيضا خطأ في الترجمة مئات الألوف من الأطفال تحت السنة 18 عاما وليس سنة إنما نقول 18 عاما هكذا عادة يقولون فإذا أردنا على كل حال سنة لا مشكلة لكن هي عاد وهذه سنه هو ليس سنة بالمناسبة إذن يخدم في القوات الحكومية والقوات المسلحة المتمردة على حد سواء الآن نأتي إلى هذه هذه غير صحيحة أطلاقا سيرف يعني يخدم خدمة عسكرية كأنها خدمة عسكرية إلزامية ودون مقابل بالنسبة للوضع الذي نتحدث عنه وأكثر من ذلك أنه غصبا عنهم غصبا عنهم أما كلمة يعمل مع فنحن نفهم منها أنه عمل والعمل نحن نعرف أن العمل هو ما تقدمه للغير من خدمة معينة وتحصل عليها وتحصل بمقابلها على مال معين أجر معين وأنت في جميع الأحوال لست مجبرة عن العمل أصلا وهناك اتفاقات بينك وبين صاحب العمل وغير ذلك من أمور إذن هنا في خطأ في الترجمة الكلمة وبعضهم لم يتجاوز سن ثمن سنوات نعم صحيح هي مذكورة في الأصل هكذا وهناك تقارير عن مشاركة وتجنيد الأطفال في 75% من الصراعات المسلحة طيب ماذا بالنسبة ل سنس 2001 إذن هذه لابد من تغييرها لأن في عنا سن 2001 فنقول وتشير التقارير إلى أن الجنود الأطفال إلى أن مشاركة الجنود الأطفال في النزاعات المستمرة والمسلحة منذ عام 2001 بلغت 75% لأنه 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 هز من ريبوتد هز من ريبوتد يعني تشير التقارير إذن ومنذ عام 2001 تشير التقارير إلى مشاركة الأطفال الجنود في 75% من النزاعات المسلحة المستمرة أو التي وقعت مؤخرا في شميع مناطق العالم تقريبا لا يوجد أي مشكلة فيها من ناحية ترجمية أم أم لحية لغوية ففيها مشكلة في حرف في خطأ تقريبا هناك فيها خطأ بالكتابة يريد أن تنتبهوا إليها وقد ساهم التقدم التكنولوجي في صناعة الأسلحة وانتشار الأسلحة الصغيرة ساهم بماذا بماذا ساهم ساهم بزيادة استخدام الجنود الأطفال إذن هنا في خطأ في الترجمة المفروض تكون في زيادة عداد في زيادة إعداد الجنود الأطفال أو في زيادة استخدام بالأحرى هناك المتيوس الجنود الأطفال الجنود الأطفال هو مصطلح دولي لا يجوز تغيره من ناحية المصطلحات لا يجوز أن نقول تجنيد الأطفال ولو أن المعنى نفسه يعني ما تغير فالكلمة هي مصطلح دولي اسمه الجنود الأطفال أو أطفال الجنود فنبقيها على حالها إذن هناك انتشار لهذه الأسلحة نعم صحيح معناها انتشار طيب الآن هناك Lightweight Automatic Weapons or Simple to Operate هنا الربط بين الجملة السابقة غير صحيح بدأ من تقول العمل على وبسيط واستخدام بكل بساطة واستخدام الأسلحة الخفيفة لأنه والعمل لا يوجد هنا لا يوجد هذه الكلمة غير موجودة أصلا ولم تفدنا في الربط بين الجملة السابقة والحالية واستخدام الأسلحة الخفيفة أعتقد يسمونها Automaticية وليس تلقائيا يعني الأسلحة الآلية الرشاشات الآلية مثلا أو الأسلحة الأوتوماتيكية الأسلحة بسيط وغالبا ما يتاح الوصول إليها بسهولة ويمكن أن يستخدمها الأطفال بالسهولة ذاتها التي يستخدمها البالغون إذن هناك الكبار غير صحيح إنما هي البالغون مصطلح دولي أيضا نحن لا نريد أن نخطئ في ترجمة المصطلحات الدولية طيب هنا نؤكد على الشيء زيادة تجنيد الأطفال والعمل نعم العمل العمل إذا اعتبرناه مبتدأ فأين الخبر لو مشيت في هذه الجملة لآخر الفقرة لن أجد الخبر لها ولذلك قلنا هناك خطأ في الترجمة ما شأن العمل العمل بسيط العمل صعب إذا أردت أنت تقول بسيط فهو العمل بسيط وليس هو بسيط إنما بسيط من أجل أن يكون خبرا نعم كما قلنا الكبار لا يجوز أن نستخدم كلمة الكبار إنما البالغين هذا هو مصطلح الدولي وهو مصطلح حقيقي وعلى الأرجح فإن الأطفال الذين تحدثنا عن كلمة يتم أننا لا نحبها وهي من الأخطاء اللغة العربية تخدم المبني المجهول وعلى الأرجح فإن الأطفال الذين لأن مرة أخرى كلمة فإنها لا داعي لوجودها على الأرجح لا بس لكن هذه الجنوبة تحتاج إلى إعادة صياغة هنا في الترجمة نحتاج أحيان إلى إعادة صياغة باللغة العربية لتكون الترجمة مقبولة ومن المحتمل جدا مثلا لقلنا ومن المرجح جدا وعلى الأرجح لا بس وعلى الأرجح أن يكون الأطفال أن يتحول الأطفال إلى أطفال جنود إذا ما كانوا فقراء أو منفصلين عن أسرهم أو مهجرين من منازلهم أو إذا كانوا يعيشون في بيئة النزاع أو إذا لم يكن لديهم القدرة على الوصول إلى التعليم لاحظ أن هنا الترجمة هذه غير صحيحة ورجاء بالله هيئة يريد أن تنسوها من مقاموسكم نهائيا لأنها غير صحيحة نهائيا نهائيا غير صحيح وعلى الأرجح بدأ الفائلنا وصلحها الآن وعلى الأرجح يصبح الأطفال عرضة يصبح الأطفال عرضة للخدمة كجنود أطفال إذا ما هناك هنا الشرط أين الشرط؟ الآن في هذه الترجمة لم نترجم الشرط وهذا غير صحيحة يجب أن نترجم الشرط إذا؟ أين هي إذا؟ إذا كانوا يعيشون في الفقر أنا الآن ليس من الضروري أن ألتزم بالترجمة الحرفية ممكن أن أتحرر لأن أعبر على الشرط إذا كانوا يعيشون في جوة من الفقر مثلا والانفصال الأسري يعني لاحظت وغير حيانا من أجل أن أتبكن من تقديم الترجمة الصحيحة هذا غير صحيح تشريد ليس تشريد ديسبلير في معناها مهجر أو نازح حسب السياق هنا في هذا السياق هو مهجر إذا كانوا يعيشون فقراء مفصولين عن عائلاتهم مهجرين من منازلهم أو إذا كانوا يعيشون في منطقة القتال منطقة القتال هي ليست قتال كومبات ليست قتال لنما معناها اشتباك ما هذا الخطأ؟ اسمه؟ اسمه خطأ المصطلحات وعندما نستمر الآن عندما نقول بالنسبة إلى مستوى التعليم واضح بالانجليزي have limited access to education وليس لديهم القدرة الكبيرة على الوصول إلى التعليم أو قدرتهم إلى الوصول إلى التعليم قدرة بسيطة جدا إذا نحتاج إلى إعادة الصياغة في هذا النص النص الثاني الآن لا داعي لحرف الواو لأن النص لم يأتي بحرف الواو هنا في الجملة الأولى هناك تكلف في الكلام لأنه ليس ثمة أرقام دقيقة هذه صعبة شوي أراها صعبة ربما إذا كنت تراها جيدة أنا لا أريد أن تدخل في أسلوبك لكن يعني لو عرضتها الإنسان ربما إذا وجه فيها تكلف ورغم أنه ليس ثمة أرقام دقيقة كل هذا الكلام يعني نستطيع أن نختصره رغم عدم وجود أرقام دقيقة يعني ممكن أن تكون أفضل نكرر بالنسبة لموضوع إنا لا نستطيع أن نستخدم إنا مئات الآلاف الأطفال هذا من الأخطاء القواعدية التي نريد حلا لها أيضا تحدثنا في الماضي عدة مرات وما زلنا نتحدث لمصلحتكم قبل كل شيء يعني لا يجدر مصلحة في هذا الكلام أنه لا بد من تعلم الأخطاء الماضية سواء كان ذلك الخطأ من زميل لك أم منك شخصيا وإلا فما فائدة هذه الدروس وما فائدة هذا الكلام تحدثنا في الماضي أنه لا يجوز أن نفصل الإسم وضمير والذين والتي صد الموصول لا نستطيع أن نفصلهما أبدا لا بكلمة ولا بواو ولا بأي شيء لا يجوز أبدا فإذن الأطفال الذين يعني لسوء الحظ هذه الصحافة هذه من مصائب الصحافة التي جاءت بها عندما بدأ يستخدمون هذه الأساليب الغريبة عن اللغة العربية والركيكة أيضا ليست فقط غريبة إنما ركيكة الذين تقولوا عمارهم عن 18 عاما أو سنة منخرطون بالفعل في القوات المسلحة الحكومية أو الجماعات المتمردة المسلحة أعتقد أن هناك في اللغة الإنجليزية كان يعني سارفين أوكي يعني منخرطون أيضا أود أن أؤكد على كلمة منخرطون هي يعني ممكن أن نقبلها مثل أن الكلمة السابقة يعملون ممكن أن نقبلها نوعا ما لكن رجاء أن نفكر بكلمة يخدم يخدم مئات الألوف يعني نمحي إنا لأنه لا يجوز وضع إنا في هذه الطريقة يخدم مئات الألاف من الأطفال الذين تقولوا عمارهم عن 18 عاما في القوات المسلحة الحكومية أو جماعة المتمردة المسلحة بل منهم أيضا يا أخونا الكريم يعني هذه من من الأخطاء القبيحة في الصحافة التي جاء عليها صراحة بعض الأشخاص الذين يكتبونها في الصحافة المختلفة ولا نريد لا نريد أبدا بل منهم من لا تزيد أعمارهم على يعني هناك خلاف بعضهم يقول عن بعضهم يقول على لا بأس على كل حال لكن لا تضع مقطة هنا بل منهم من لا تزيد أعمارهم على ثمانية سنوات الآخرين الأخوة الأفاضل نركز على قضاء قاعدة الرابط بين الجملتين أي جملتين لابد من أجهد رابط بينهما وهنا الأخ الفاضل الذي كتب هذه الجملة أحسن وأصاب بكلمة بل لأن بل تمحي ما قبلها وتؤكد على ما بعدها من ناحية البلاغية فهنا يعني أنت الآن تؤكد أنه ليس فقط ثمانية عشر عاما لا تظن أنه سبتعش، سبتعاش، أربتعاش إنما هناك أقل من ثمانية عشر سنوات يقدمون لهم السلاح وحسب ما فهمنا من النص أن الأسلحة الأوتوماتيكية يمكن لأي شخص حتى لو كان طفلا يده ناعمة يمكن أن يستخدم الأسلحة الأوتوماتيكية بسهولة وهذا الذي يفسر ذلك نعم ومنذ عام 2001 صحيح بذل وضعنا هنا النقطة من أجل النقطة أفضل يعني لأنها جملة جديدة فقد أبلغه يعني أخي الكريم لا تتحدث هذه الطريقة لا يفضل لا نفضل هذه الطريقة أبدا قل تشير التقارير لأن الذي يبلغ هي التقرير ومنذ عام هذا تشير التقارير حول تجنيد الأطفال في 75% سواء القائمة نعم عن تجنيد الأطفال نعم تشير التقارير إلى إلى تجنيد الأطفال في 75% من نزاعات المسلحة سواء أكانت قائمة بالفعل أم أعتقد يا أخي سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فهي أطلب إليك لو سمحت أن تعود إلى قاعدة سواء لكي تتبكر من كتابتها بطريقة صحيحة وذلك في كل منطقة من العالم الآن أترك لكم هذه الملاحظة مهمة جدا كلمة almost في اللغة الإنجليزية كانت almost يعني تقريبا هنا لم توجد هذه الكلمة هذه الأشياء قد تحدث معنا أحيانا في الترجمة لسبب الآخر يختار المترجمة عدم ذكره كلمة almost أحيانا يجدها ركيكة أحيانا ينساها هذه لا تشكل لنا مشكلة كبيرة مع أنها خففت من المعنى قليلا ابتعد عن النص قليلا لكنها ليست خطأا كارثيا على كل حال يفضل أن أكتب تقريبا في كل منطقة من العالم ربما أن المترجم هنا لم يجد كلمة almost جميلة أو ربما أنه سقطت عنه سهولة ومرة أخرى نعود إلى الأسلوب الصحفي السيء وهذا وقد هذا وقد بل و بل و لاحظتوا ولا أطفال والذين هذه من الأخطاء التي ارتكبها بعض المتفزلكين في اللغة الصحفية وفي التلفزيونات الذين لم يأتي منهم إلا البلاء الأسود في اللغة العربية فنريد أن نمتنع عن ما يفعلونه ولا نعتبرهم يعني ولا نعدهم أن يكونوا قدوة لنا في لغة عربية مكسرة مطبشة جميل جدا وقد ساهم التقدم التكنولوجي وانتشار الأسلح الصغيرة في سيادة تجنيد الأطفال يعني ليست واستخدامهم يعني ممكن أن نقبلها مدام أن النص يمشي ومستساغ وترجمة جيدة وممتازة لا أجد فيها مشاكل هذه الترجمة هنا أشكر لك أو أشكر لك أخي الفاضل أو أخت الفاضلة على هذه هنا إذ إن وليس إذ إن لأن الهمزة تكسر بعد كلمة إذ وليس تنصب جميل جدا أن يحصل على الأسلحة يعني هذه خطأ طبيعة تباعي مثلهم في ذلك مثل الكبار أنا والله هذا لا أعرف هذا لم يمر عليه هذه البنية لم تمر عليه من قبل ربما تكون صحيحة حبذا لو نتأكد ربما ما علي أن نتأكد منها أما الأطفال الذين يستخدمون التجنيج فهم أولئك الذين يعيشون هذه فيها نوعا ما ابتعاد عن النص وهي فيه مشكلة خطيرة في كلمة أما أما يعني أنت تقول كل هذا ننساه الآن نتحدث عن فئة معينة الآن نتحدث عن فئة ثانية من الأطفال هذا غير صحيح لأن الفئة هنا هي نفسها الفئة هناك فبدلا من ذلك تعال لنقول وعلى الأرجح كما قال في اللغة الإنجليزية يعني وعلى الأرجح ينخلط الأطفال في الخدمة العسكرية أو في الحياة العسكرية نتيجة نتيجة شوفوا يعني قولوا أنه نتيجة الفقر نتيجة الانفصال الأساري نتيجة التهجير يعني ممكن أن تغيروا فيها الذين يعيشون في الفقر يعني أنا لا أريد هنا هذا كله أريد أن نغيره هذا كله خطأ نحتاج لتغيره فيما بعد يعني هؤلاء الأشخاص ما هي صفاتهم لا دعي للذين مرة أخرى يعني يعيشون في الفقر أو انفصلوا عن أسرهم أو هجروا منها من ديارهم أو بيوتهم أو ممن يعيشون في منطقة تكتنفها الصراعات والله هلأ الآن سوء الحظ منظمات التولية وغيرها تقول لا تقول صراع إنما قل نزاع لا أعرف لماذا وهنا أيضاً كلمتان مدمجتان يعني أنت أحسنت في ينال قصة موافرة من التعليم الممتازة وأسأت في هذا الخطأ المطبعي الذي لا يليق صراحة في هذه القدرة العالية في الترجمة على العموم الترجمة جيدة جداً جميلة فيها تخبصات بعض الأحيان من ما حققنا بالنسبة لموضوع اللغة الصحفية رجاء أن ابتعد عنها تماماً ابتعد عنها مرة أخرى أشكرك على هذه أشكر لك استخدامك لكسر همزة إنا مع إذ الفقر رقم ثلاثة يبدو أنكم جميعاً مصرون على فإنا وأنا مصر على أن أقول هذه خطأ لا يجوز الفعل موجود فلماذا نضعف إنا إذن يخدم مئات الآلاف من الأطفال تحت السن الثاني مئة عشرة في القوات جماعة المترد جميل وبعض الأطفال صغارهم خطأ مطبعي لا يجوز والله لا يجوز ذلك هذا لا يجوز خطأ مطبعي جميل الربط ممتاز بين الجملتين ممتاز جداً الربط مع الجملة الثالثة ممتاز أيضاً هنا يوجد خطأ ليس أبلغة إنما تشير التقارير كلمة reported مقصود تشير التقارير في 75% هذا تكلف لا داعي له الأرقام مثل 75 17 16 15 إلى آخره ضعها كما هي هذا التكلف لا نحتاج إليه ضعها رقم كما هو خاصة في الترجمات الدولية يعني يفضل ذلك خطأ مطبعي المفروض بعد النقطة هناك فراغ واحد جميل الربط اللفظي ممتاز جداً في هذه الترجمة ممتاز الآن هنا تخبيص كبير فهنا البالغون وليس البالغين أنا أشد أحياناً على الترجمة الجيدة أكثر من الترجمة الضعيفة لأن المترجم الشاطر هو الذي يعاقب أكثر من غيره وهنا لابد أن أقول لا يوجد شيء اسمه هذه ترجمة مقبولة هذه ترجمة ضعيفة الترجمة إما أن تكون مقبولة 100% أو تكون مرفوضة 100% لا يوجد شيء آخر في هذا الكلام فإحضروا وانتبهوا لا يوجد هذا خطأ يحاسب عليه بألف خطأ كيف نقول يستخدمها الأطفال والبالغين من متى كان الفاعل منصوباً متى كان الفاعل منصوباً هذا لا يجوز هذا الكلام يستخدمها الأطفال والبالغون لماذا البالغين لماذا يكون الفاعل منصوباً الترجمة ممتاز لو كانت الترجمة السيئلة مررنا عليها وقلنا فقط منصوب لكن ما دام أن الترجمة جيدة فعليك أنت يا من ترجمت هذه الفقرة أن تأخذ عقابك بهذا التعنيف البالغون وليس البالغين على حد سواء لاحظوا جميلة جدا الجملة ولكن ما بعرف لماذا حدث هذا لا نعرف لماذا تقدم ترجمة دون أن تراجعها لماذا هذا الخطأ المطبعي لماذا الخطأ المطبعي هنا هذه هي من الأمور التي لا تجوز ولا تليق في المترجم الممتاز ولا تليق حتى في المتدرب نعم هذه معناها لانا ولانا يعني من الليل ونحن لا علاقة لنا بالليل لأن نتحدث عن الحرب فهذا خطأ لا يغتفر أبدا ببعض موجود الهمزة جنودا أطفالا لماذا أطفال تم أنت قلت جنودا أنت قلت منصوبا فهذه أطفال ولا أطفال هذه إما أطفال أو أطفال لأنها لو أطفالا لكتبتها هكذا إذا كان من فقرائي هذه خطأ ليست موجودة في اللغة العربية بالإنجليزية بالإنجليزية أو يعني إذا كان من فقراء أو ممن انفصلوا عن عائلتهم أو ممن هجروا من بلدانهم أو ممن يعيشون في مناطق القتال أو ممن لم يحصلوا على مستوى جيد من التعليم نرجع للنص الأصلي معناها لاحظ هاي هذا هناك خطأ قابقات قاتل يعني هذا الخطأ هذا الخطأ قاتل or ماذا تعني كلمة or يعني نرجع إلى الوراء الفاصلة هذه أصبح معناها or لأن الإنجليزي لا يحب أن يكرروا كلمة or ولا and الفاصلة هنا أيضا أصبحت or والفاصلة هنا أيضا أصبحت or فإذا هذه الكلمة دائما إذا انتهت الجملة في عبارتين تربط بينهما and أو or فمعنى ذلك كل فاصلة التي قبلها تفسر على هذا الأساس يعني هذه لو كانت and فكيف نترجم الفاصلة نترجمها و إلى آخره هذه و وهذه تصبح و وهذه تصبح و وهذه أخيرا و لكن هذه or معناها أو إذن هنا أو 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 طعم هذه خطأ مصيبة أخرى يعني لأهجوز أبدا لا يجوز نعم الترجمة يعني جميلة جدا وفيها مهارة عالية وفيها تخبيصات كثيرة أيضا من ناحية عدم الاهتمام بأشياء بسيطة هي في الواقع أشياء خطيرة لأن الترجمة لا يجوز أن تكون فيها هذه الأخطاء نعم هذه الفقرات طبعا كما تراحضون لون الأحمر كثير جدا فيها أخطاء كبيرة يعني تكلمنا عن هذا الموضوع بما يكفي ولكنني أحب أن يأخذ كل إنسان حقه من التعنيف أحيانا أخي الفاضل هذه الترجمة غير مقبولة غير مقبول أن تقدمي لأي إنسان تقول له تعال راجع لي ترجمتي وأنت لم تبدأ أي اهتماما فيها فأضعت كل الأخطاء وكأنك لسان الحال يقول أنا لا أهتم هذا الذي عندي وهذا أفضل شيء لا أعطيني أفضل من ذلك أنت تستطيع أنت لديك القدرة على أن تفعل أحسن من ذلك وأفضل بذلك من مليون مرة فقط راجع الترجمة وابذل جهدك وتعب على نفسك وستشعر بجائزة كبيرة عندما تجد أنك قدمت ترجمة يقال أنه لا يجد فيها أخطاء نعم نظم أنه أنه لا يوجد أرقام دقيقه طيب أخطاء يعني مطبعية ما كما قلنا مدام الفاضل أخي لو حكيت رغمه لا تقول لكن هذه الكلمة تستثني تلك الكلمة يعني عندما تأتي كلمة رغمه تختفي لكن إذا جاءت كلمة لكن تختفي رغمه لا تستطيع أن تضعهما معا لا رغمه ولا إلا لا تستطيع أن ضغمه إلا ولا رغمه لكن نعم إنا وليس طبعا همزة يعني إنا همزة كسر همزة إنا كما قلنا هذه الأخطاء كسر همزة إنا والأخطاء التي تحدثنا عنها منذ ألف سنة تقريبا نريد منكم حلا في صفحة النقاش الرجاء أريد أن منكم حلا الحل هو يعني ما هو حل هذه المشكلة أنكم تكررون الأخطاء التي تحدثنا عنها للمرة المليون بعدم تكرارها عدم وجود الهمزة هنا من الأطفال على كل حال جميل يعني يخدمون طيب أو في الجماعات المتمردة المسلحة وبعض من هؤلاء الأطفال لم يتجاوز السن الثامنة من العمر ممتاز يعني أيضا مرة أخرى الربط عندك جميل جدا الدقة في الترجمة عالية باقية لماذا لماذا هذه الأخطاء المؤسفة المحزمة الله الواحد يشعر بحزن أن مستوى جيد في الترجمة يرافقه مستوى متدني جدا في الكتابة في ناحية الطباعة هنا لا داعي لكلمة فإن كما قلنا بلغت مشاركة الأطفال حسب التقارير 75% من خلطه أوكي هي في الواقع هذه الترجمة الآن فيها خطأ وهذا متوقع ويحدث معنا دائما وهي ليست يعني من الأشياء التي لم تعد عنها هي موجودة في الواقع يحدث أحيانا كثيرا ولذلك هناك محرر لغوي يساعدكم وربما لو كنت مكانكم كنت سأغلط في نفس الغلاط لأنها قد لا تكون مفهومة هي المقصود في ذلك منذ عام 2001 تشير التقارير إلى أن الأطفال المجندين ما لهم الأطفال المجندين يشاركوا في 75% من الصراعات أنت تقول أن مشاركتهم بلغت 75% من الأشخاص يعني بمعنى آخر لدينا ألف شخص هناك 750 شخص مشارك هذا غير صحيح المعلومة تقول هناك ألف نزاع 750 نزاع فيها يشارك فيه الأطفال و250 نزاع لا يشارك فيه الأطفال إذن هذه الترجمة هناك خطأ فيه طريقة الترجمة وهذا يحدث معنا ولا نعتب عليك فيه لأن هذه الترجمة تدلع أنه يعني لم يفهم المترجم الجملة بشارقة صحيحة وأخطأ في فهمها زلة نسان أعتبرها المحرر هو الذي يحررها لك لا مشكلة فيها إذن هذا خطأ في الترجمة هو تقديم معنى معاكس للترجمة الأصلي طبعا هو خطأ كبير يعتبر لكنني كما قلت لك المحرر اللغوي هو الذي يساعدك ويقول لك هذه ليس لا تعني كذا إنما تعني شيء آخر وأنا أصلحه لك جميل أنك ذكرت كذلك لأنك لتضيف على سبب المشكلة كيف ازدادت ليس جميل أنك تكررت في الأخطاء المطبعية لاحظوا نظرا لخفة وزن السبب والنتيجة أنا الآن أقرأ السبب والنتيجة إذن أنا عندما أقرأ هذه الجملة أعرف هناك سبب هناك نتيجة الآن أنا فهمت أن الأسلحة خفيفة ولأنها خفيفة يستطيع الطفل أن يستخدمها وهذا يشجعه على الانخراط في المعارك وغيرها ممتاز لا بأس هذا الشيء جميل جدا ونحن نقبل به هنا والأطفال بدل من الأطفال يجب عليك أن تربط كل جملة بجملة أخرى والأطفال وليس الأطفال أكثر لا دعي لهم لأنك وضعت كلمة بين المبتدأ والخبر وهذه من الأخطاء اللغبية الأطفال مبتدأ أما أنت الآن فوضعتهم أصبحت خبر وأصبح أكثر يعني بدل عنهم لا دعي لذلك أو إذا قلنا الأطفال هي مبتدأ وهم بدل وأكثر خبر يعني لا دعي لا دعي لذلك ممن كانوا فقراء أو منفصلي مع عائلاتهم أو كانوا إلى آخره طيب ممتاز هذه الترجمة لاحظوا أنها تختلف عن الترجمات السابقة لكننا نقبلها لأنني أفهم ضمنا أن السبب انخلاطهم في الحرب أنه كانوا فقراء أو غير ذلك عادة نحن نصلح فقط ثلاث نصوص لكن أنتم واحد ثلاث أربعة خمس ستة الله يزيدوا بارك ستة لا بأس سنصلح الستة لا بأس لا مشكلة في ذلك هذا النص أو هذه الفقرة خالية من الأخطاء المطبعية دون أي مشكلة ما يلفت انتباهي أول ما نظرت إليها هي هذه لماذا لماذا هذا يعني لماذا لماذا نضع كلمة لو أنني أردت أن أضع في الترجمة كل كلمة أضع كلمة ثم وبينقوسين أضع كلمة ثانية واختر ما تشاء هذا لا يجوز وهذا لا يتقبله القارئ وفيه نوعا من عدم يعني الترجمة الصحيحة لأن الترجمة الصحيحة تتطلب أن تعطي معنى واحدا وانتهى الموضوع لا داعي لي أن تعطي أكثر من معنى هذه هي وجود خطأ نضع الفعل قبل الفاعل تحدثنا عن هذا الخطأ مئات المرات أنه في العادة في العادة أن أقول نضع الفعل قبل الفعل يعني يخدموا مئات الألاف من الأطفال في القوات الحكومية المتسلحة وبعضهم لا تزيد أعمارهم يعني هناك من يقول عن أو على كما قلنا بدلا تقول ذكرة وهي أيضا هذا خطأ مطبع على فكرة هنا ذكرة عن مفروض كلمتين عادة نيت هازبر ريبوتر تترجمها في اللغة العربية تشير التقارير إلى مشاركتي هذه أيضا أخي الفاضل هنا خطأ ذكرنا السبب وذكرنا العلة وقلنا المحرر لغوي هو الذي يساعدك في ذلك ليس 75 الأطفال يشاركون إنما يشارك الأطفال الجنود في 75% من النزاعات يعني أنت هنا في هذه الترجمة تقول لو أن لدينا 100 جندي من الأطفال في العالم 75 شخص منهم طفل منهم يشارك في الحرب و25 يجلس في البيت أنت هكذا تقول هذه غير صحيحة هذه المعلومة غير صحيحة المعلومة اللي مذكورة في النص تقول إذا كان لدينا 100 نزاع في العالم 75 نزاع منه فيه أطفال يشاركون في النزاع يقاتلون و25 فقط الكبار الذين يقاتلون فيه هذا اسمه المعنى المعاكس المعاني المعاكسة طبعا تشكل النقطة الأساسية في الإخفاق في امتحانات الترجمة الدولية التي تعقد بالمناسبة لكنني كما قلت في عمالنا كمترجمين نحن نتفهم هذه المشكلة ونصليحها للمترجم على اعتبار أنه يعمل تحت ضغط يعني يتعب لم يفهمها والآخرين لا تقول ساهمة إنما تقول فقد ساهمة وقد ساهمة إضافة إلى ذلك المهم يجب أن يكون هناك ربط بينك الجملتين هنا أيضا أنت لم تربط بين الجمل على ما يبدو أنك لا تربط بين الجمل هذه طبعا كارثة كبيرة جدا يجب الربط بين الجمل تحدثنا عن هذه القضية الربط بين الجمل بعمام الربط أيضا مئات المرات ونريد منكم حلا لها أيضا نعم ليس الكبار لجميع من ذكر كلمة الكبار أقول لهم في كل الترجمات هنا أيضا الكبار والترجمة هنا أيضا في الترجمة السابقة الكبار لا يجوز هذا لا يجوز أبدا ليس الكبار إنما البالغون هم البالغون كالبالغين إذن والأطفال أكثر عرضة لأن يصبحوا جنودا أطفال جنودا أطفالا ما باره يعني يصبح أعتقد أن يصبح الخبر يأتي منصوبا مفروض جنودا أطفالا هنا في خطأ يعني ركاكة في التعبير إما لأنهم فقراء أو انفصلوا عن عائلتهم لا يعني حتى هذه لا داعي لها لو قلت نتيجة الظروف الذين يعيشون فيها فقد يكونوا من الفقراء ممن أو من من فصلوا عن عائلاتهم أو هجلوا من ديارهم أو ممن يعيشون في مناطق الاشتباك وليس القتال كما قلنا أو ممن لم يحصلوا على قدر جيد من التعليم النص الأخير الآن الذي لدينا إحصاءات وليس إحصائيات لا يوجد هنا في الكلمة الإنجليزية إحصائيات في الإنجليز يوجد figures معناها أرقام رجاءنا التقيد في الكلمات statistics معناها إحصاءات هنا الخطأ الذي ورد كنا قد صلحناه قبل قليل عندما قلنا لا يجوز رغم أن تأتي مع لكن لا يجوز أن تأتي مع إلا وأيضا تحدثنا عن الخطأ في يعمل ولا يجوز أن نقول يعمل القوات الحكومية وليس قوات حكومية جيش الثوار غير صحيحة لأن rebels معناها المتمردون المتمردون الثوار يعني أنت الآن غير حيادي هذا الخطأ شائع باللغة العربية نصلحه إلى ولا تزيد أعمار بعضهم عن الثامنة هذا التركيب ليس موجود في اللغة العربية فقط only الرجاء إذن أرجو منكم جميعا مراجعة القواعد الخاصة بترجمة الجمل التي تحتوي في الإنجليزية على only جميعها لا تترجم بكلمة فقط إلا بمعنى آخر لا بل يعني بهذا المعنى الذين لا تزيد أعمارهم عن الثامنة الذين تقلوا أعمار بعضهم عن الثامنة هنا الأخ الفاضل أنت لم تضع أي حرف ربط قل ومنذ بعض حرف الواو لأنه لا بد من هذا ذكرنا أن هذا الخطأ القبيح لا نحبه تشير التقارير إلى مشاركة الأطفال المجندين في 75 من النزاعات العسكرية الجارية في معظم أرجاء العالم وقد ساهمت كل من التطورات التكنولوجية هذه الكلمة لا تكتبها هكذا خطأ مطبعي نعم يعني ظهور الأطفال تجنيد الأطفال على كل حال هنا أين حرف الواو لماذا الفاصلة غلط ليس فاصلة حرف الواو هذه ركيكة هذه ركيكة والشباب ليست موجود أصلا باللغة الإنجليزية وبذلك يسهل على الأطراف استخدامها يسهل على الأطراف استخدامها كما يسهل على البالغين وهنا أخي الفاضل لا تستطيع أن تنتقل من جملة إلى جملة باللغة العربية قبل أن تضع حرف ربط ذكرنا ذلك في دروس سابقة وفي مصحاضرات سابقة وفي تصحيحات سابقة فنتمنى منكم أن تجدوا لنا حلا لتكرار الأخطاء التي نجدها احتمال أن يصبح الأطفال مجندين كلما كانوا فقراء هذه أخي الفاضل ركيكة جدا ضعيفة في اللغة العربية لا أعرف لماذا كيف أشرح لك أنها ضعيفة هي ضعيفة على كل حال حاول أن تقول تزدادوا وازدادوا احتمال تحول الأطفال إلى جنود مثلا أو إخراطهم في الصراعات كجنود إذا كانوا يعيشون في جو من الفقر والانفصال الأسري لاحظ هذه الكلمات الدارجة أكثر أو إذا كانوا يعيشون في مناطق الاشتباك على ما أعتقد ريسة مضطربة مضطربة لها كلمة أخرى ومعاني أخرى ومدلولات أخرى أو إذا كانوا محرومين من التعليم هو في الواقع يعني ليس لديهم مستوى عالي من التطقيف على كل حال هذه الجملة يعني لو أنك وضعت ألف التفريق بعد كانوا لأنها تحتاج إلى ألف التفريق فأنت تعرف أنها حدفت حرف النون يعني منها أو يعني المفروض أن تكون كانوا لا أعرف لماذا لا يقبلها لأن الفعل المضارع يكون نون هيك المفروض تكون فلذلك نحذف النون تبقى الألف الفارقة على كل حال محرومين من التعلم ليس خطأا كبيرا نحن نقبله نقبله في الترجمة يعني ولا نحرره أصلا لأنها تحمل المعنى الدادة بداية يعني جهودكم لابد أنكم بدلتم جهودا جيدا نطمع إلى الأفضل ونلخص كلامنا في النهاية إلى أنه لابد لكم أن تضعوا لنا اقتراحا حول حل مشكلة تكراركم للأخطاء السابقة نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته